اشتركوا في القناة وحنغلوا في النرجسية عند بعض الوزارة والرغبة ديالهم في أن اسميتهم تبقى خالدة للأسف الشديد ليس خلوداً فيما هو نافع للمجتمع ونافع للمغرب بل خلوداً في الفضائح عكس الحال في الدول التي تحترم رأسها يعني لأخذين الدول الغربية تلقوا بأن الوزارة الاسم ديالهم يرتبطوا بشي حاجة اللي فيها منفعلها للمجتمع بشي قانون وعر بشي مشروع إصلاحي ومؤسساتي أو مهيكيل للتراب الوطني في ذلك الدولة الأمثلة متعددة في الدول الغربية ولكن نحن المقاعم لا يسمح سوف نكتافي فقط في فرنسا علاج لأن النخبة التي تحكمنا في المغرب في الحكومة وفي البرنامج وفي الأحزاب النسبة الكبرى ديالها مفتونة بالنموذج الفرنسي فنحن سنقاوه في النموذج الفرنسي ناخذ النموذج لول مثلاً كالقاو للواء أوبري يعني نسبة سنئة للوزيرة مارتين أوبري المتعلقة باللواء الثلاثين سينك أول ناخذ للواء ديال جوكس اللي كان وزير الداخلية للواء باسكوا اللي كانت وزير الداخلية ومات مؤخراً ناخذ للواء السيغولين هويال المتعلقة بالانتقال الطاقي ناخذ للواء ديال شوفينمو المتعلقة بالانتر كوميناليتي ما بالجامعات الترابية في فرنسا ناخذ للواء الخمري المرسبة بالكودو ترافاي ديال فرنسا إلى آخر والأمثلة متعددة في هذا الباب لكن نحن في الأسف المغرب دائماً الوزراء في الحكومة المتعقبة مؤخراً دي مكان القوسمي دي الوزير مع شي فضيحة الوزير مول كراطق الوزير مول شوكولاتق الوزير مول سدادر هذا وزير مول البرتوش هذا وزير مول كوبل هذا وزير مول لوكات الحاندق هذا وزير مولة جوش فرانك هذا وزير مول بنيكي هذا وزير مول تقاشر يعني مؤخراً مع الفضيحة دي الوابي هذه الكوارث التي أصبحت يعني تميز المشهد السياسي في المغرب وإن كان من حسنة الوهبي فهذا الفضيحة الأخيرة للتقاشر وهو أنه يعني يحقق يعني اسم دياله كوزير العدل يعني يحقق العدلة للتقاشر ما سيحقق العدلة للشعب المغربي لأن التقاشر كانوا عير يعني مسألة يعني لا يولى الملابس الداخلية حابسة ديال الدولاب في بيوت النوم ديال كل مغربي لكن هو الآن يعني يخرج التقاشر إلى يعني ودخلها للمعجم المعجم السياسي وللأسف أنه يعني الكساد يضرب قطع النسيج في المغرب كان المغاربة يأملون أن الوزير الوهبي أو غيره يجي يقولك ودي عندي وحد خطة عمل باش أنني قدي نوسع الأسواق الخارجية لمنتوجات المغربية تغزوها الغزوها الأسواق وبالتالي غدي تحقق واحد دورة اقتصادية واحد إنعاش في القطاع لكن لأسف كما قلنا يعني يدخل واحد الحموضية في المشهد السياسي وللأسف هو أنه المغاربة يعني يوجدون في بحشي ساندويج بين كمباشتين من جهة يكون واحد ثلاثي يتغول في الحكومة يعني يستقوي على المغاربة بواحد القوة عددية في البرلمان وفي الحكومة إلى غيره ومن جهة ثانية يعني يكون معارضة باهتة يعني لا تمثلوا واحد السناد ولا تمثلوا واحد الحيط اللي ممكن لمغاربين تتكو عليهم ويتمأنه بأننا ركين واحد الجهة تدافع على الحقوق ديهم باش يقاوح التوازون في البلاد لكن للأسف الشديد لم يبقى المغاربة من سلاح رغم أن الدستور ينص على الدور الأساسي دي المعارضة لم يبقى المغاربة من سلاحي للصخري والتهكم من هذه العابات اللي كيميز المشهد السياسي وزمان جدودنا قالوا يعني لكترة الهم كتضحك